بدأت ملامح التغير المناخي في مناطق بلاد الشام تأخذ أبعاد عديدة أبرزها تلاشي فصول وتمدد أخرى ما أثر على جميع الكائنات الحية وخلق واقعا جديدا لم يعتد عليه سكان تلك البلاد لجهة ارتفاع درجات الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء نعيش اليوم حاليا تعرف باسم الشتاء الصحراوي وهو زيادة فروقات درجات الحرارة ما بين الليل والنهار وهي ظاهرة لم نعتد عليها في بلاد الشام بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص سبب هذا الشتاء الصحراوي والذي بسببه اختفت فصل الربيع وفصل الخريف هو الاحتباس الحراري وتداخل الاحتباس الحراري مع ظاهرة النينو والذي غير من درجة حرارة الأرض وسبب اختفاء هذه الفصول بالنسبة لكالجهات حكومية موضوع الزراعة الغطاء الأخضر هو أهم خطة مبس في سوريا بكل العالم لدرء الاحتباس الحراري إذن زيادة الغرسات زيادة الغطاء النباتي بالنسبة لنا كمرصة فلكية وكجمعية فلكية سورية قمنا بدراسة غاز سانيوكسيد الكربون نسبة غاز سانيوكسيد الكربون في الجو والميتان لأن على أساس نسبة غاز سانيوكسيد الكربون ترسم الخطة لمعالجة هذا الاحتباس الحراري هذه التغيرات المناخية والفارق الحراري بين الليل والنهار وخاصة في مناطق وسط وجنوب سوريا كان لها أثرا في انتشار أمراض وخاصة الصدرية حيث تطول فترة العلاج بسبب فقدان الجسم شيئا من مناعته التغيرات عم تساعد كتير بانتشار سريع الفوعة للفيروسات يلي كنا نشوفها بس هلأ صارت عم تنتشر بصورة أسرع وعم تعند على العلاج أكتر من كورونا والمتحورات تبعاتها يلي صاروا أكتر من خمس متحورات والقريبات الأديمة اللي كنا نشوفها تبدو معالجة آثار التغير المناخي في سوريا من القضايا الشائكة لعدم وجود استراتيجية وطنية تغطي كل مساحة الجغرافية السورية بسبب تعدد مناطق السيطرة تحكم تركيا بكمية المياه القادمة إلى سوريا عبر نهري دجلة والفرات وتكرير النفط بشكل بدائي في مناطق سيطرة قسط أخرج مئات الآلاف من الهكتارات من أخصب الأراضي الزراعية من الاستثمار وأوجد عواصف غبارية لم تشهدها البلاد من قبل دمشق خليل هملو القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر